أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم Learn English على الماشي لسه مستمرين مع بعض كورس المحادثة وأنتعلم النهاردة مع بعض جمل جديدة الحلقة اللي فاتت اتعلمنا أكتر من 20 أو 25 جملة بنستخدمها يوميا النهاردة هناخد دفعة جديدة من الجمل اللي احنا ممكن نستخدمها بصورة كبيرة جدا في حياتنا Let's go How is work going? How is work going? How is work going? معنى ايه How is work going؟ معناها إنو بتيك تسأل حد مثلا عن شغل حد أغبر الشغل ايه؟ هي دي معناها الفعلي اللي هي How is work going؟ معناها الشغل أغبره ايه؟ الدنيا الدنيا تمام ماشي معك في الشغل ولا لأ اللي هي How is work going؟ I would like to go for a walk I would like to go for a walk To eat meat today انا عاوز ااكل لحمة النهاردة I would like to eat pizza today انا عاوز ااكل بيتزا النهاردة I would like دي معناها اود وقول حاجة اللي انت عاوز تعملها I would like a cup of tea انا نفسي فيه كوباية شاي I would like دي تنفع لكذا حاجة ولكن الجملة بتاعتنا النهاردة I would like to go for a walk انا عاوز انا اتمشى I don't like it I don't like it I don't like it I don't like it معناها انا ما بحبش الشيء ده I don't speak Spanish very well معناها انا ما عنديش قدر ان انا اتكلم اسباني بصورة جيدة بصورة كويسة جدا I will come back later I will come back later I will come back later انا هرجع تاني ده معناه الجملة I will come back later وممكن تتنطق بنطق تاني اللي هي I will ممكن تتنطق في اللغة الانجليزية بالصورة دي I will على طول عشان ما بنقولش I will او بردش ولا امريكا ما بيقولهاش بالصورة التفسيرية او زي تعلمها في المدارس اللي هي I will I will I will come back later I am cold I am cold دي تنفع معناها ان انا بردان جدا او عندي برد تنفع الاثنين I am cold يعني مثلا لو انت قاعد في تكيف مثلا درجة الحارثة وطية جدا فانت هتقول I am cold انا ايه ساعان ايه ساعان جدا I am busy I am busy I am busy I am busy دي معناها انا مجغول وي النفي بتاعها I am not busy I am not busy I am not busy I want a snack 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 سناك معناها وقبة خفيفة فرق كبير او في النقط سناك تعبان لكن سناك معناها وقبة خفيفة او حاجة على الماشي كده He is about to leave He is about to leave He is about to leave هو على وشك ان هو ايه ان هو يغادر لو مثلا حد تكلم في التلفون فهيقول لك مثلا He is about to leave احمد علي ده موجود عندك فانت تقول له He is about to leave ده كان لسه هي ايه ده كان لسه هيمشي ده كان لسه هيمشي Can you take me to this address? Can you take me to this address? Can you take me to this address? ممكن تخذني لي العنوان ده يعني طبعا ممكن لو انت وقبت تكسروا حاجة Can you take me to this address? ممكن تخذني لي العنوان ده Can you take me with you? ممكن تخذني ايه معاك لها بقى تعبارات تانية Can you take me with you? ممكن ايه ممكن حضرتك تخذني معاك في طريقك I am single I am single معناها انا اعزب I am married I am married معناها انا متزاودي معروفة I am divorced I am divorced معناها انا مطلق وتمشي بعد اثنين مطلقة او مطلقة I am not ready yet 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 دي معناها انا مش جاهز دلوقت خالص حد دلوقت انا لسه مجزتش يبقى لو انت سألت حد مثلا Are you ready انت جاهز هتقوله على طول لو انت مش جاهز تقوله I am not ready yet انا مش جاهز خالص حتى ايه حتى هذه اللحظة I need to change my clothes 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 دي طبعا معناها انا عايز اغير الملابس بتاعتي اعاوز اغير هدوم I have been here for two hours 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 ده معناه ايه ده معناه ان انا بقالي هنا مرمي بقالي ساعتين بقالي موجود بقالي ايه بقالي ساعتين Why are you late يعني من تلات اخرت I have been here for two hours انا بقالي هنا قاعد بقالي ايه بقالي ساعتين Take it easy Take it easy اللي هي خدها بطريقة سهلة ومتخدش الموضوع على قلبك ايه قوي Take it easy Who is calling Who is calling Who is calling مين اللي بيتكلم او مين اللي بتصل طبعا لو يعني لقيت جرز التليفون run Who is calling مين اللي بيتكلم What's your phone number What's your phone number What's your phone number ما هو رقم تليفونك I will be with you in a minute I will be with you in a minute انا هكون معاك في بضون دي Here you are 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 مبسوط جدا ان كنت معاكو النهاردة اتمنى ان تكونوا استفادتوا من الحلقة لا تنسى تبقى اللايك وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد كان معاكو محمد جمال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محاكو محمد جدا